السلام عليكم أخوتي كديري لابس عليكم بخير تنسونا تخشم اللايكات لا تنسوش الفيديو السابق قد تلقوه أنا في حرف علامات الآي وفي الأخر الفيديو صراحة هاد الأيام ما بقى تشي حاجة كتفرح تثوره معايا باش أن الواحد غاد يحس ويسمع عدل هادرالي غنقول أنه واحد شخص تعدى طفل صغير كيف يرغب من العمر 9 سنوات في مدينة النظر كنظن الأكثرية أنه معارف القيصة ولم يفرسوش اليوم عدث من حقيقة ديالة شي كاملة تقريبا ناتي الشخص هذا كيف يرغب 67 سنة آه 67 سنة شتور البوليس أعطوه صراح صراح مع العلم أنه خصويتشت في الحبس أعطوه صراح في مثل أنه يأتي الجلسة اللولى جميع الجلسات اللي يكونوا في المحكام سيد في الجلسة اللولى لا أحضر ش لا أحضر ش أحضر ما محامي دياله وفي الجلسة الثانية لنفكير الصدمة أخذر براءة أخذر براءة في الجلسة الثانية بالحضر دياله ما فهمت أنا حد الآن آيات الخبار هذه اللي قريت واللي ثمعت رب الزاف لهذا كيفما في الفيديو الصابع كنقول لكم أحد أولادكم و أحد أبناتكم ما تدروش ثقة في البراني البراني آه ما تدروش ثقة في حتى شي واحد حتى شي واحد ما تدرو في أي ثقة لأنها تشاهد الأيام ماذا أكثر و أكثر بزاف كيفما نرى الفضيحة للإجراءات الشاطئ و البحر آه ديال البحر الآن أشياء اللي نرى ما أبقى ما يعجب هذة وراء تم بينا من علامة الساعة اللي جاية السيدة عنده 67 عام عنده مراته عنده أولاده ما فهمتش بأنه غير الشخص هذا كيف حال دابا الطفل هو السين اللي يمشوف البحر هذك صاحب ديك الجمعية دي الكرة القادم ولو دي الرحالات ما ذل ما تشدش حتى الآن عادي كيدور مع الناس تصوروا أن الأم دياله كتابط من الدار كتشوفوا يعني كتشوفوا يعني كتشوفوا واحد عطيته ولدك وكتشوفوا خلاه غرق في البحر وكتشوفوا كيتفاروا قدامك يوميا يعني شنو هنا ما هنا هنا سرخ السلطة الدخل يجب أن الشخص هذا يتعاقب لأنه ناس يدروا في الثقة وعطوهم أولادهم سيد غرق لي يعني يجب أن يتحمل المسؤولية يعني يعني هكو يعني هكو غلوين نشوفوا الجرائم غدا وكتبات إلا ما ضربناش من يد من حديث كي بحلقة ديال البحر ديال البدري ديال البحر كلما تصوروهش دوك دوك للبنات ما كانش غايتشد ها ما كانش غايتشد ها ما كانش غايتشد هنا يا الطفل يعني شا أقول لكم قدام القاعدة يشرح كل شي بتفاصيل جريمة كاملة كيف تدرجو كيف ستدرجو كيف سعيتلي كيف سكنك يعطي الفلوس كيف سادي يعني عودك شي بتفصيل القاعدة بالرغم من ذلك كنشوفوه أنا المجرم أنه أخذر براقة ما فهمتش فراحة نتشي مبقى كي أجب واحد من الجلسة اللولة الجلسة الثانية كي أخذ براقة وأصلا تكون في صراح موقعت كي يحضر غير الجلسات ها ولو أنا وما جاش ما جاش الجلسة اللولة وما جاش الجلسة الثانية أخذ براقة أخذ براقة يعني هنا يحدث تطرح تثاؤل تثاؤل وهو هذا الشخص هذا دون وفود أو دون سلطة أو عنده المال أو عنده كيف ما نقوله نحن المغاربة كبيرة لأن هذا الشيء أنا نقش كيف ما دار لهذا رغانير بثاف ديالناس صراحة اللي نبغي نوصي نوصي العائلات أحدى أولادكم وأحدى أبناتكم لأن هذا الشيء من هالقدام ما بقاش كينفعل ما بقاش كيدخل العقل ما بقاش كيدخل العقل أنا من النار صراحة أنا من النار اللي شفت ذاك الفيديو ديال البحر عقلة خربق عقلة خربق ثافي لأنك تشوف نثي ثوره وهو قادر غارات دياله عمل الله جدار من النار اللي يمشوا لأنه ذاك غير في البحر وعاد عنده كاريدار وعنده تقلبين عشرين وواحد وثلاثين وواحد هذيك غنوب دا يحاجب بسيطة من هات الشي اللي وقع كامل ولكن تحياتي للسلطات تحياتي للسلطات لأنه قامت الواجب وتمنع تيقال دياله بالذربة يعني ما تعطلوش عليه علاش لأنه كينت تالين وتحياتي تال اللي بنات لي صوره ركنت دارت معهم قاناة تشوف تيفي واحد الاستجواب صراحة أعودو فيه كل شي أنا براسي أنا براسي ونشوف داك المنظر ونحن يتضع هناك أستطيع لأنه لا تحضر ولكن لأنه يتحضر خلال لا تحضر ونحن يتحضر وكين يتحضر ونحن يتحضر كيف يتحضر لأنه يتحضر أمام اشترافك حماقيتي حماقيتي فيرت جوج اههه فيرت جوج وخالنا المغرب او تشيو حاجة اللي اللي خايبة ولاو الشباب ولاو مقاوش كي بغو يتجوجو غايتجوجوه لك غانو حل يالله لماذا؟ لان او معطوه النفا الحق الكاملة اه اه يعني فرحة اتشي او تخلع اتشي لعيش في حاليا من او تخلع و تخلع بزاف دي الا امور تصوري ايضا تمشي و تجد ان اتغاء أحد غا و احد غا عريانا لا بل لك حقوق لا بل لك حقوق لا بل تقريبه و لا تقريبه وتصوري ايضا ايضا يوصفه المكان الذي وقعتها في الحادث توصف الفراش يوصف الفيضاء في وصف كل شي يدير الجدران كيفية اللون ديالهم الفراش كيفية اللون دياله يعني اعطى الوصف الكامل لديك البلاثة اللي يدادك الشخص ورغم ذلك ان المحكمة حكمت على الثيد بالباراة هذي نوع هذا الحاجة اللي خلات الاب انه مفضوم فعلا ان شخص يدير ولدك بهكا والمحكمة تخرجه باراة يعني كتقوح في ضمالية كبيرة هنا الاب قرر انه ياخد حقه بالديه لان المحكمة مخدش لي الحقه اه المحكمة اعطيكم مثال انتشرك بحالك لأحد من الأفراد العائلة والمحكمة مخدت لك الحقك شنو غدير هه غد بشي غد حق بيدك غدير دك الشيء اللي مدارو شوما وغد دخون تل حفظ باللخان يعني الواحد تفكر هنا تقول لك الواحد يمشي على بلاده ولا على ولاده يعني مكينيش حتي تالتع يعني خاص الحق دير هذك الشخص خصو يرجع ليه وخاء انه ما غيرجعش ليه خاص ذك الشخصو يتعاقب وبقى شد العقوبات